سلام بنات ان شاء الله تكونوا كاملا بس اليوم رح يكون الفيديو عن غسول ومنظف الوجه والجسم من سيتافيل هذا النوع الخاص بالبشرة الجافة والحساسة اكيد رح نعطيكم كامل معلومات عليه واكيد رح تعرفوا ايجابياته على سلبياته وفي اخر الفيديو كما تحولته يهمني تعرفوا تجربتي معه اذا كان يهمكم بعد الفيديو نتمنى تشوفوه للاخير اذا كنا نعانيه من بشرة جافة فيها ممكن حكة ولا قشور ولا تكون حساسة مصاحبة لحمرار ولا تهيج وطلبنا استشارة من اي صيدلي ولا حتى طبيب مختص للجد اول اقتراح اذا ما قلناش الاقتراح الوحيد رح يطلب مننا ان نستخدمه غسول سيتافيل هذا النوع بالذات الخاص بالبشرة الجافة والحساسة علاش لانه مصمم بتركيبة اللي ممكن تتناسب ولا تعالج مشاكل الجفاف والحساسية مع العلم انه كان نوع اخر خاص بالبشرة اللي تكون دهنية واللي فيها بصور وككل المنتج مهما كان عاجبنا ممكن يحمل مزايا كما ممكن يحمل عيوب احت تعرفوا عليها معايا مزايا هذا الغسول اول ميزة في هذا المنتج هو تصنيفه على انه غسول طبي اللي ممكن يكون متوفر في اغلب الصيدليات حاليا في الجزائر متوفر بسعر 1660 دينار جزائري يعني 136.000 ثاني ميزة في هذا المنتج انه هو ثناء الاستخدام يعني ممكن تستعبليه على الوجه كما ممكن تستخدميه على الجسم الميزة الثالثة لكينا في هذا المنتج صراحة هي من اهم مزاياه كونه انه خالي من مادة السابون بنات كما علبنا انه مادة الصابون كمادة منظفة و مطهرة للبشرة ممكن تزيل اي اوساخ اي جلاتيم اي ترسبات اي دهون كما ممكن تكون مادة تزود من مشاكل اصحاب البشرة الجفة يعني تزود من مشكلة ترسبات القشور ولا الجفف كونها مادة قاسية لتجرد البشرة من الدهون الطبيعية اللي تفرزها بشرتنا طبيعيا حتى تحمي نفسها بنفسها علحظة خلوه هذا المنتج من مادة الصابون يخليه من الانواع المثالية لتناسب اصحاب البشرة الجفة الميزة الرابعة في غسول والمنظف ستافيل أنه خالي من العطور كما على بنا كامل أنه العطور مهما كان نوحة ممكن تكون السبب الأول والرئيسي في حساسية البشرة في تهيوجها في ظهور حمرار في ظهور حبوب وبالتالي فهو المنتج ليكون مثالي لأصحاب البشرة الحساسة الميزة الخامسة لبنات أني عارف أنه مش كامل ناس يهتموا بالمكونات تعالى المنتجات ولا يتعرفوا عليها وعلى طبيعتها لكن كما خبرتكم سابقا أنه عندي واحد العام عام ونص واللي تنحاول نبحث على المكونات ونحاول نفهم وشنو معناها وتوجدها في أي منتج المهم هذا المنتج لبنات الميزة اللي فيه أنه يحتوي على كحول لما نقوله الكحول ممكن يخوفنا هذا المصطلح لكن هذا الأنواع من الكحول اللي رح نذكرها لكم لبنات شفاولها مليح هذا المنتج فيه كحول السيتيل وكحول السيتيريل هذا النوعين بالذات وضيفو لهم نوع الثالث اللي هو كيتيريل سيتيل هذا الأنواع الثلاثة اللي حنكتبها لكم هنا في الشاشة إذا لقيتوها في أي منتج من منتجات العناية وكانت بشرتكم جافة عارفوا أنه هذا المنتج رح يناسبكم مية بالمية هذا الأنواع ما تشكل حتى ضرر على بشرتكم بالحكس ما تخافوش منهم يسمى بالكحول الدهنية لأنه بالأساس مصطرها واللي يستخلصوها من الزيوت النباتية وممكن حتى أنها تعزز حاجز الدهون الطبيعي في بشرتكم وتحميها وحتى أنه دورها ولا تواجدها في المنتجات هي باش تمنع من انفصال الزيت عن الماء وإذا كنتوا اشتوه هذا المنتج رح نشوفه أنه فيه مادة البروبيلان غليكول ولا الكليكول بروبيلان هذا المادة ما عندها حتى ضرر بالحكس من خواصة أنها تسحب الرطوبة والماء إلى داخل طبقات الجلد على هذه ممكن الناس اللي يجربوا هذا الغسول رح يلاحظوا أنه بعد كل الاستخدام يحسوا أنه بشرتهم فيها ليونة ونعومة وترطيب عالي الميزة السلسلة بنات نشوفها أنها مهمة في هذا الغسول لأنه هو من أنواع الغسول للهادية واللاطفة على البشرة ما هوش من أنواع الغسول اللي تكون قوية ولقاسية اللي تعطي ولا تملك خاصية تنظيف البشرة بعمق ولا تفتح المسامات ولا ممكن حتى تقشر البشرة هذا ممكن تشوفوا أطباء الجلد يصفوا هذا النوع بالذات ولا هذا الغسول للناس اللي يخضعوا لعلاجات البشرة ممكن ليكونوا يخضعوا لجلسات الليزر ولا ممكن جلسات التقشير وغيره الميزة ما قبل الأخيرة أنه هذا الغسول يناسب كل أعمار كبار وأطفال أكيد مع تفادي ملامسة منطقة الحفاظ للأطفال لأعمارهم دون سن سن سنوات وعن آخر والميزة السابعة في هذا المنتج خلينا نقوله أنه لو تشوفوا مكوناته يحتوي على 8 مكونات برك هذه نشوفها نقطة إيجابية شخصيا أن هذه الأنواع سهل أني نقرأ المحتويات خاصة أنه المصطلحات اللي فيها مصطلحات ما هي الصعبة سهل أنه تعرف على هذه المكونات بالمصطلحات المعروفة ما هي مصطلحات اللي صعبة الفهم سلبيات هذا المنتج من عيوب هذا المنتج أو سلبياته اللي سهلة لكم أنكم تكتشفوها أنه للأسف هذا المنظف يحتوي على مادة البغابان كما على بلنا أنه مادة البغابان تعتبر مادة حافظة يحطوها في المنتجات بغرض حمايتها وللحفاظ عليها من التلف ولا تأثر بالعوامل الخارجية وهذا المنظف بالذات للأسف فيه ثلاث أنواع من البغابان ترتيبهم في المكونات يحتلوا المرتبة الرابعة الخامسة السادسة من أصل ثمان مكونات النقطة السلبية الثانية ما تخافوش لبنات هي في الحقيقة عايب ما هيش كما النقطة الأولى اللي ممكن تشكل ضرر على صحتنا هذه تشكل ضرر على ميزانيتنا وجيبنا في حالة ما إذا وصفوك طبيب أنك تستخدميه على كامل جسمك كمنظف عبوات ميتين ميلي ممكن تكون كمية قليلة وبهذا السعر اللي كنا سابقا أنه السعر متوسط في حالة ما إذا استخدمتيه على كامل وجهك أحبقى معك فترة طويلة لكن إذا استخدمتيه على جسمك أكيد رح تضطري لاستهلاك العديد من العبوات وبالتالي هنا ثمن مكلف نسبيا النقطة السلبية الثالثة أكيد هو يبقى رأي شخصي أنه هذا الغسول ذاكرين في طريقة استخدامه يستخدم بطريقتين عادي بطريقة معروفة يستخدامه مع الماء وذكرين أنه الطريقة الأولى تقدروا تستخدموه على الناشف يعني بدون ما يعني تحطوا كمية من هذا السائل وللمنظف اللي هو جاي بقوام كريمي في قطنة وتمسحوا به كامل وجه اكتفوا بهذا الشرح بلا ما وضحوا أنه من بعد لازم علينا أن نشتفوه ممكن هذه النقطة بالذات يستخدموها الناس بطريقة كمزيل للمكياج وصراحة أنا ما أفضلش أنه يبقى أي منظف خاصة إذا كان فيه مادة حافظة على كامل بشرتنا بلا ما تروحوا تشتفوه بالماء في الأخير يهمني تعرفوا رأي صريح في هذا المنتج ولا تجربتي معاه هذا الغسول بالذات من سيتافيل على بلكم لبنات ولا الأخوات اللي متابعيني عارفين أنه أنا النوع بشرتي مختلطة في الصيف تكون مائلة أنها تكون دهنية في شتاة تنقليب وتكون جافة وشديدة الحساسية على هذه نحاول نتعامل مع بشرتي على هذا النحو نحاول في كل موسم شتاة كل ما تنخف الدرجة الحرارة أني نبدأ الروتيني الكامل الخاص بالعناية بالبشرة على هذه نروح لهذه الأنواع من المنظفات لتكون لطيفة على البشرة لتكون كريمية وليتكون تعد البشرة ترطيب ممكن تكون هذه المدة اللي استخدامي لهذه ثلاث أشهر ما تفوتحش وحبيت نقول لكم بوجود مادة البغابان أنا ديما نصحكم أنكم تتفادون منتجات اللي تحتوي على مادة البغابان لكن في غياب منتجات طبيعية 100% خالية من مواد الحافظة نطبق قاعدة أخف الدرارين مثلا لو كنت مصدرة أني نستخدم نوع الرسول اللي يكون فيه البغابان وكان عندي زوج أنواع ولا ثلاثة في اختياري نروح نقرأ المكونات إذا لقيت هذا المادة في رأس قائمة المكونات ولا ممكن تكون المادة الثانية ولا الثالثة والنوع آخر يكون مادة البغابان في الأخير هنا نروح نختار اللي يكون مادة البغابان في الأخير علاش لأنه قلت لكم أنه ترتيب المكونات كل المنتجات ماهوش ترتيب عشوائي ترتيب على حسب أكثر نسبة المكون اللي يكون فيه نسبة عالية هم يحطوه في الأول اللي يكون أقل يحطوه الثاني الأخوات اللي راحين يسقسيوني يقولولي تنصحين باستخدامه لا 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 صراحة نايا بعد كامل واش اذكرت لكم سابقا نخلي لكم الاختيار من جهة نقول لكم أنه مهما كان المنتج عاجبكم ومهما يكون مفيش مواد ذرة تضطري في مرحلة معينة أنك تغيريه علاش لأنه مثلا كان منتج خاص بالشعر ولا منتج خاص بالبشرة بشرتك راح تتعود عليه وبالتالي راح يكون موش فعال ممكن حتى أنه الذات البشرتك ولا شعرك كل ما تحتاجه من هذا المنتج لكن تضطر ولا يكون عنده احتياجات أخرى هنا لازم عليك تغيري المنتج بالكامل أنا مثلا لما اخترت هذا النوع بالذات من جهة راني غيرت المنتج ومن جهة حاولت أنه بعد المنتجات والمنظفات اللي تكون قوية اللي كنت نستخدمها سابقا أكيد مدة ثلاث أشهر ما هيش مدة تكون طويلة نكمل في هذا المنتج ونحاول أني نرجع للغسول اللي كنت نستخدمه سابقا ولا نجرب حتى نوع آخر ليقدر يناسب بشرتي لهنا نقول لكم لبنات تحلولي في رواحكم وبسلامة